الحقيقة إحنا لو بصينا للفيروس الإيد هو فيروس كأي فيروسات موجودة في العالم الفيروس هو لو حبينا نفرق بسرعة كده ما بين الفيروس والميكروب أو البكتيريا البكتيريا كائن حي بذاته يقدر عيش لوحده لكن الفيروس هو عبارة عن رساقة شفرة دي إني إيه لازم يبقى داخل جوه خالية إنسان فأول ما بيصاب الشخص نتيجة طبعاً الحاجات اللي إحنا كلنا عارفانها اللي بتؤدي إلى إصابة الإنسان بالإيتش آيفي إيدز بفيروس الإيتش آيفي زي مثلاً العلاقات الجنسية الغير محمية زي نقل الدم زي انتقال من الأم إلى جنينها الفيروس بيتخل بيتجه مباشرة إلى خلايا المناعة وهنا بتكمن مشكلة الإيدز إن الفيروس بالضبط بيتجه إلى جيوش اللي موجودة جوا جسم البن آدم اللي بتحميه من الأمراض المختلفة فهو لما بيتجه للخلايا اللي بتحمي الجسم بعد كده يصبح الجسم عرضة لأي مكروب آخر يقدر يؤدي في النهاية إلى حدوث مجموعة من الأمراض اللي بعد كده إحنا بنسميها متلازمة النقص المناعة أو الإيدز فبتبتدي العملية الأول بأن المكروب بيدخل جوا الخلية بعض الخلايا اللي بتحمي جسم الإنسان بيخش جواها بيبتدي يتكاثر وداخل الخلية بيستخدم الخلية في أنه يتكاثر وفي النهاية هذه الخلية بتنفجر وبتموت وبتنقل لخلايا أخرى حاوليه بعد فترة خلايا المناعة بتقل عددها جدا هنا بيبتدي الجسم يبقى عرضة للإصابة بأمراض مختلفة الأمراض دي في النهاية هي اللي بتؤدي بهذا الشخص إلى الوفاة طبعا نحن نتكلم على هذه الصورة للشخص لم يترقى علاج لأن العلاج بيأخر أو بيكبر المرحلة اللي فيها الفيروس موجود لكن ما ظهر لهش أعراض إيه الأعراض اللي بتختار فالحيال موضوع من الصحر العالمية قسمتها أربع مراحل المرحلة الأولى وهي مرحلة أن الشخص HIV بوستف يعني عنده فيروس HIV لكنه لم تظهر عليه أعراض ودي مدة بتكبر جدا بتصل عند بعض الناس حسب ريكورز إلى 20 سنة بتيجي المرحلة اللي بعدها وهي أن بيبتدع عدد خلايا زي T-cells مثلا عنده بتقل جدا تصل إلى 200 في الميكرو جرام ساعتها بيبتد الجسم منعته تضعف جدا فلما منعته تضعف تبتدي بعض الميكروبات إحنا بنسميها بالإنجليش أوبرتونيستيكس أو الميكروبات اللي الجسم بيقدر يتعايش معاها ويقاومها لما بتبقى منعته طبيعية أول منعته بتقل تبتدي هذه الميكروبات الانتهازية زي ما بنسميها باللغة العربية تبتدي تظهر عليه أعراض فبيبتدي يحصل عنده مجموعة من التهابات في الأغشاء مخاطئة مختلفة في جسمه مع التهابات في الجهاز الترفوسي دي المرحلة التالية المرحلة التالتة بيظهر عنده نوع ودي كانت من البوادر اكتشاف هذا المرض هو حدوث إسهال مزمن لمدة شهر متواصل بدون سبب واضح يبتدي الناس تفكر إيه سبب ده يدور نبتدي نفكر نتجه في اتجاه إصابته بالـ HIV مع وجود بعض الالتهابات المكروبية برضو في الجهاز التنفسي بيخش بعد كده بقى في المرحلة الأخيرة وفيها إن بيحصل الالتهابات عامة في الجسم نتيجة المكروبات مختلفة وطفايليات مختلفة لإنما أصبح الجسم مروش أي منع عندهش جيش يحارب أي حد يهجمه فبقى أي حد ممكن يدخل الجسم ويهجمه علاوة على ظهور بعض مجموعة من السرطانات زي كابوتسي ساركوميز والسرطان المسانا وسرطان عنق الراح بعض السرطانات بتبدي تظهر في المرضى الـ HIV بوستيف نتيجة برضو لضعف المناعة جوه جسم العملية بتبدأ في الأول بأن الشخص الأول أنه هو يعمل تستيج واختبارات عشان نعرف أنه هو HIV بوستيف بعض الأحيان الناس بترفض أنه يعترف أنه عنده HIV بوستيف أو يعلن عنده نتيجة لأن اتصف الشخص أو اتصم الشخص اللي هو عنده ايدز ببعض الصفات في المجتمع العربي بالذات بأنه هو لأنه طبعا الناس بتعتقد أن معظم الناس اللي عنده HIV بوستيف يعمل هو شاز جنسيا أو أنه هو من متعاطي المخدرات فبعض الناس بتخاف نتيجة أنه هو يقول ده في المجتمع بتاعه فيترفض أو الناس تبتعد عنه فدي تبقى أول الخطوات أنه نعرف أنه HIV بوستيف الحقيقة في الدول النامية نتيجة لوجود سيستم صحي سليم وفي تأمينات على الأشخاص فبالتالي هيبقى متوفر له أنه يحصل على علاج بتاعه في الوطن العربي بتبقى كلها اجتهادات حكومية أنها توفر للعجال غالي طبعا فمعظم الناس في الوطن العربي أو في بعض الدول النامية بيبقى للعجال غالي فبتقدرش تحصل عليه طبعا ما بيبقى فيه صراعات في منطقة أو حروب بتؤدي إلى أزمات اقتصادية حد اللي قد تؤدي إلى انتشار الجنس التجاري مثلا وبيبقى الجنس التجاري ده غير محمي ما فيش فيه توجيه ما فيش فيه طعام فبالتالي ده بيجد إلى انتشار المرض ما بين الحاملين وما بين المناطق الجديدة اللي انتقلوا لها أو العكس يعني ممكن الناس المهاجرين دول اللي راحوا المناطق رجايين من بلاد ما فيهاش المرض وراحوا المكان فيه مرض أخذوا المرض وممكن يرجعوا بيه لبلده فده الحياة من ضمن أكبر من أكبر المشاكل اللي بتواجهنا وإحنا بنواجه المرض هو المناطق اللي فيها صراعات علاوة على أن الناس الاتشاء فيه بوسطيف اللي بيبقوا لاجئين أو مهاجرين ما بيبقاش ليهم خدمات صحية فما بتقدرش تصرف لهم العلاج فحالاتهم بتتدهر وده جزء تاني برضو من المشكلات اللي بنواجهها في مناطق اللي فيها سراعات أو حروب مع بداية القرن الجديد اجتمعت هاية رؤون المتحدة كلها وفكروا أن احنا لازم نحط تارجت كل الدول تاسعة إليه وده واتفعوا على سنة 2015 يبقى هو هذا هو التاريخ اللي بيتم فيه تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية اللي من خلالها الدول تقدر تسعى لتحقيقها من ضمنها طبعا الايدز أنه على عام 2015 ما بقاش فيه حالات جديدة ويبتدي يحصل ديكلاين أو انخفار لعدد الحالات المصابة بهذا المرض لو حبينا نفكر هل تستطيع الحكومات لوحدها أو الهيئات الدولية لوحدها أنها تحقق هذا الهدف أعتقد أنها يبقى صعبة جدا لأنه لازم نشارك فيه المجتمع الهيئات الجمعيات الأهلية والمجتمع والقطاع الخاص والقطاع التجاري لأن كل دا لما الناس دي كلها تتحد كلهم بيدلوا بدلوا زي ما بيقولوا في النهاية هنصل في النهاية إلى أن المرض فعلا يتم القضاء عليه ويبقاش في حالة جديدة على سنة 2015 تحقيق هذا الهدف الحقيقة يمكن إنجازه لكن ما أعطى ضفر جهود بتاعة كل الأطراف اللي مسؤولة عن هذا المرض الموجودين ترجمة نانسي قنقر